وخلال الاجتماع الأسبوعي استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول مرض جودري القرد وما يثار حوله وأسباب انتشاره خلال الفترة الأخيرة وفي هذا الإطار أكد مجلس الوزراء متابعته الوضع الوبائي العالمي بشكل دقيق للغاية مشددا على أن مصر لا يوجد فيها حالات أصابة بمرض جودري القرد ثبتت إيجابيتها كما أوضح مجلس الوزراء أن فيروس جودري القرد لا يدعو للقلق مؤكدا أنه مختلف تماما عن جائحة كورونا كما ثبت من خلال العديد من الدراسات القائمة أن تطعيمات الجودري العادي أثبتت فاعليتها بنسبة 85% مع جودري القرد للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الوزراء مرسل تلفزيون المصري أحمد أبو الحسن أحمد بعد التحية ضعنا في تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم وأبرز ما تناوله من مناقشات وقرارات تحياتي لك ولسادة المشاهدين بالفعل اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تناول العديد من الملفات الهامة ولكن يأتي الملف الاقتصادي على رأس واهتمامات الحكومة بشكل مستمر فيما تعلق بالملف الاقتصادي وأبرز ما تمت مناقشته اليوم من القطاعات القطاع الزراعي حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمشروع الخاص بمستقبل مصر للإنتاج الزراعي حيث أكد رئيس الوزراء بأن هذا المشروع والذي شرف بافتتاحه السيد الرئيس الجمهورية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع سوف يكون له نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد المصري وخاصة في قطاع الزراع حيث أنه سوف يتم إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية إضافة إلى مصر سوف تحدث نقلة نوعية قوية على خريطة مصر التنموية موجهان الشكر للجهات للقوات المسلحة لما بزره من جهد قوي لاستصلاح وزراعة أكثر من 2 مليون فدان لهذا المشروع الذي بشكل عام سوف يكون له فضل كبير في تقليل الضغط على العملة أيضا وتوفير الاستيراد وتوفير فرص عمل كثيرة هذا فيما يتعلق بملف القطاع الاقتصادي هناك أيضا ملفات هامة ومن أهم هذه الملفات ما استعرضته الدكتورة هالا سعيد وزيرة التخليط والتنمية الاقتصادية من أداء النمو الاقتصادي المصري لعام 21-22 الرابعة الثالث وتسعة أشهر الأولى لهذا العام المالي الجاري حيث أكدت إلى زيادة النمو الاقتصادي بما يعادل 7.18 من النمو الاقتصادي ويأتي هذا في إطار أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة بشكل كبير بدأت تأتي نتجائجها بشكل قوي في مجال الاقتصاد وغيرها من المؤسسات الاقتصادية هناك تأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء من أن الحكومة تسعى بشكل كبير وبشكل قوي لمشاركة القطاع الخاص هناك تأكيد من الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لما له من دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر على جانب آخر أيضا فيما تعلق بوثيقة الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة هناك تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأنه سوف يتم إطلاق هذه الوثيقة أيضا خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتم ضرح بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية لها هناك تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأنه سوف يتم ضرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي حيث سوف يتم أيضا تلقي وكات النظر لهذه الوثيقة على أن يتم بعد ذلك الإعلان المسودة النهائية لشكلها النهائي والتي سوف يكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وأيضا سوف تتناول العديد من الشراكة مع القطاع الخاص وأيضا البشروعات التنموية والمشروعات التشاركية بين القطاع الخاص والدولة وغيرها وتنظيم هذه الشراكة هناك أيضا العدد كبير من القرارات التي تمت الموافقة عليها من اجتماع مجلس الوزراء إذن كان هذا مرمل ما تم مناقشته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك